هناك دراسة إيرانية عرضه وصورة بشار لسن شنون شفت هذا الموضوع بشار لسن فد علم من إعلام العراقي يدل لأنه لنزاهته لنظافته لتاريخه مصايره وكافة آسيا ودول عربية هل حب هذا يدل على نبوله وعلى أخلاقه وعلى تربيته وعلى علاقاته بالناس يعني شعب يحب لهذا وما شايفاني لأنهم حتى الناس من توفت أمه يجونوا بطيارة خاصة الإيرانيين وقرأوا الفاتحة الجماهير 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 استقبله وخلوا صورة أمه أو صورة فريقه دموع الفخر ببشار رسل ونحن نهنيك على صورة نحن فخور جدا بي وأخوان بالعراق بأهله إن شاء الله تمنى له يفوز يكون يكون أحسن لاعب في آسيا وإسناد الإعلام العربي والخليجي وهذا يدل لأنه فد واحد يعني لا أعرف نبضة مختصرة لأهله والعراق والمشجعين طبعا كل توفيق لكابتن بشار رسل الكابتن سعد نحن نفتخر به يجي لاعب بصراحة يعني عندنا يجي لاعبين يدخلوا حتى بالمناهج التربوية الإيرانية يعني هس هذا من التلفزيون التربوي الإيراني بمادة اللغة الإنجليزية درسوها هذا فخر أننا يعني كعراقيين وكلاعبين يعني تشوف لاعب عراقي لاعب دولي في احتراف في إيران قدم مستويات في الدور الإيراني في بطاة آسيا الأخيرة الآن هو في نهاية آسيا وزين يعني بصراحة زين ما سوى بقى في الفريق الإيراني أريد يحصى على بطاة آسيا نشوفه في كاس عاملندية السنة إن شاء الله القادمة وأنا أكيد هو يعني أبوه لاعب دولي سابق شخصية محترمة يعني شهد معنى يعني معروف معروف على مستور الإشاءة الرياضي نفس ابناء من الناس اللي الناس اللي يعني نقول عليها الناس التربويين الناس اللي تمتلك أخلاق كبيرة أيضا بشار يعني ما يختلف عن والده يعني نتلك هذه الصفات أكيد من والده يعني هو حتى جمهور بيرس بوليس الإيراني يعني ف عملوه لعملوه في التمثال يعني شي مفخرة أحمد زاملة بشار بالمنتخب اليوم بشار دخل حتى في تدريس يعني حتى في منهاج الدراسي في إيران التربوي بمادة اللغة الإنجليزية يعني بشار من اللاعبين أيضا هم يعني